السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بكم كأنا المعلمة إناسة مطيري من معاهد وبرامج التربية الفكرية اليوم بإذن الله نستكمل درسنا السابق في مادة العلوم قبل أن أبدأ درسي نستذكر سويا قوانين التعلم عن بعد التعلم عن بعد لا يقل أهمية عن التعلم الحضوري فكن حريصا عليك الحضور والاستعداد قبل الحصة بدقائق الجلس الصحيحة مهمة لتجنب ألام الرقبة والكتفين والظهر قم بتجهيز الدفاتر والأقلام لتدوين ملاحظات مع المعلمة من يذكر المعلمة بعنوان درسنا السابق؟ في الدرس السابق تعرفنا على الإسعافات الأولية المتعلقة بالاختناق اليوم بمشيئة الله نستكمل درسنا السابق أهدف في هذا الدرس سنتعرف طلابي على الإسعافات الأولية المتعلقة بالاختناق الأهداف التعليمية للدرس أن يعرف الطالب والطالبة حالة الاختناق أن يعدد الطالب والطالبة مسببات الاختناق أن يذكر الطالب والطالبة بعض الأماكن التي يقل فيها الأكسجين أن يذكر الطالب والطالبة طرق الوقاية من الاختناق وأن يذكر الطالب والطالبة خطوات تقديم الإسعافات الأولية في حالة الاختناق نستمع إلى القصة مع المعلمة خرج صديقنا خالد وعائلته في نزهة على شاطئ البحر كان خالد كما ترون يا طلابي يلعب بالكرة أخذ خالد يلعب بالكرة إلى أن اقترب من شاطئ البحر لم ينتبه خالد فقد كان مشغولا بالكرة إلى أن دخل إلى داخل البحر وتعرض لحالة غرق تعرض خالد لحالة غرق قام إخوة خالد بمنادات والدهم الذي قام برمي طوق النجاح عليه وسحبه إلى الخارج لتقديم الإسعافات الأولية قام والد خالد بطلب سيارة الإسعاف ثم بدأ في تقديم الإسعافات الأولية لحين وصول سيارة الإسعاف ماذا حدث لصديقنا خالد ماذا حدث يا طلاب الصف الخامس تعرض إلى ماذا تعرض إلى حالة اختناق لماذا تعرض خالد لحالة اختناق أحسنتم لأنه غرق في ماء البحر خالد غرق في حقف البحر لو لم تقدم له بعد مشيئة الله الإسعافات الأولية لتعرض للوفاة إذن تعرض خالد للاختناق ما معنى الاختناق؟ ما معنى الاختناق؟ الاختناق هو عدم القدرة على التنفس بشكل طبيعي انظروا إلى الصورة هذا الرجل لا يستطيع أن يتنفس بشكل طبيعي لماذا لا يستطيع هذا الرجل أن يتنفس بشكل طبيعي؟ لأنه تعرض إلى حالة اختناق يشعر بالاختناق فلا يستطيع التنفس بشكل طبيعي إذن تعريف الاختناق هو عدم القدرة على التنفس بشكل طبيعي ما هي أسباب الاختناق؟ مسببات الاختناق هي دخان الحرائق قد نتعرض لعدم القدرة على التنفس بسبب دخان الحرائق أيضا كما في قصة خالد الغرق الغرق في الماء من مسببات الاختناق أيضا تناول كمية كبيرة من الطعام قد يسبب الغصة التي تتسبب في حالة اختناق من مسببات الاختناق أيضا بلع المجسمات الصغيرة إذن يا طلاب الصف الخامس ما هي الأسباب التي قد تؤدي إلى الاختناق؟ لا سمح الله متى قد نتعرض أو ما هي الحالات التي تزيد فيها حالات الاختناق؟ دخان الحرائق أحسنتم كما في الصور التالية دخان الحرائق أيضا من مسببات الاختناق كما في قصة خالد التعرض للغرق أحسنتم التعرض للغرق عدم ابتلاع الطعام بشكل جيد أو أكل كمية كبيرة من الطعام دفعة واحدة قد يكون من مسببات الاختناق بلع الأجسام الصغيرة وضعها في الفم واللعب بها من مسببات الاختناق أيضا هناك أماكن قد تكثر فيها حالات الاختناق متى تكثر حالات الاختناق؟ ما هي الأماكن التي يقل فيها الأكسجين؟ أحسنتم قاع البحر تحت الماء يقل الأكسجين مما يتسبب فيه ممتازين في الاختناق أيضا الحفر العميقة من مسببات الاختناق لماذا؟ لأنه داخل الحفرة يقل الأكسجين الأماكن المزدحمة بالناس من مسببات من الأماكن التي يقل فيها الأكسجين وبالتالي قد تحدث عندنا حالة اختناق أيضا المرتفعات من الأماكن التي يقل فيها الأكسجين إذن هناك أماكن يقل فيها الأكسجين فتكثر فيها حالات الاختناق الحفر العميقة أيضا قاع البحر أو تحت الماء من الأماكن التي يقل فيها الأكسجين أيضا الأماكن المزدحمة بالناس من الأماكن التي يكثر فيها حالات الاختناق بسبب قلة الأكسجين أيضا المرتفعات والجبال من الأماكن التي يقل فيها الأكسجين فتزداد فيها نسبة الاختناق عندما تحدث حالة اختناق يجب أن نأخذ الحيطة والحذر يجب أن يكون داخل المنزل حقيبة إسعافات أولية حقيبة إسعافات أولية ونقوم بالاتصال بسيارة الإسعاف التي رقمها 997 رقم سيارة الإسعاف 997 تحتوي حقيبة الإسعافات الأولية على ميزان الحرارة أيضا لاصق الجروح لاصق الجروح وميزان الحرارة أيضا القطن والشاش هذه المحتويات محتويات حقيبة الإسعاف ما هي الإسعافات الأولية في حال حدث الاختناق نتيجة الغصة نتيجة ابتلاع جسم غريب ما هي الإسعافات الأولية؟ في حال كان الشخص الذي تعرض للاختناق كبير شخص كبير شخص بالغ يجب أن أقوم بالوقوف خلفه والضرب بين أكتافه نقوم بالضرب خلفه أكتافه حتى يستعيد التنفس أو نقف خلفه كما في الصورة ونقوم بوضع اليدين على بطنه والضغط على منطقة السرة حتى يخرج الجسم الذي اختنق فيه إذن في حال كان الشخص المتعرض للاختناق شخص كبير شخص بالغ كيف نقوم بإسعافه؟ إما أن أقف خلفه وأقوم بالضرب بين أكتافه حتى يسقط الجسم الذي ابتلعه ويعود إليه التنفس أو أقوم بالوقوف خلفه ووضع يدي على بطنه والضغط على منطقة السرة حتى يخرج الجسم الذي قام بالتلاعه ويعود إليه التنفس كما في الصور التالية في حال كان المتعرض للاختناق طفل صغير نقوم بوضع الطفل على يدنا كما في الصورة ونقوم بالضغط على صدره حتى يستعيد التنفس أضع الصغير أو الطفل الرضي على يدي وأقوم بالضغط على بطنه كما في هذه الصورة حتى يستعيد التنفس أو أقوم بوضعه على بطنه كما في الصورة الثانية وأقوم بالضرب بين أكتافه حتى يعود إليه التنفس في حال كان التنفس نتيجة ابتلع جسم غريب عند الأشخاص الكبار أقوم بالوقوف خلفه والضرب بين أكتافه حتى يستعيد التنفس أو أقف خلفه وأضع يدي على بطنه ثم أقوم بالضغط على منطقة السرة حتى يخرج الجسم الذي ابتلعه فيستعيد التنفس في حال كان المتعرض للاختناق طفل رضيع أقوم بوضع الطفل على يدي والضغط على بطنه حتى يستعيد التنفس أو أضع الطفل على بطنه وأقوم بالضرب على ظهره حتى يستعيد التنفس في حال كان الاختناق بسبب الحريق ما هي الإسعافات الأولية؟ علينا البحث عن مصدر الحريق ومحاولة إيقافه في بدايته علينا تنبيه الجميع وإغلاق الأبواب للسيطرة على انتشار النار علينا استخدام الدرج للنزول بدلا من المصاعد إذا كنت في بناء شاهق ضع مناشف مبللة تحت عقاب الأبواب إذا تعذر الخروج لكي نواجه الدخان المسبب للاختناق علينا الزحف منخفضا تحت الدخان لأنه يكون في العادة في المنطقة العلوية لا تعاود الدخول لأخذ أي متعلقات شخصية حتى لا تتعرض للخطر إذن ما هي الإسعافات الأولية؟ في حال كان الاختناق بسبب الدخان في حال كان الاختناق بسبب الدخان علينا البحث عن مصدر الحريق ومحاولة إيقافه في بدايته أيضا علينا أن ننبه الجميع ونغلق الأبواب للسيطرة على انتشار النار استخدام الدرج للنزول بدلا من المصعد ضع مناشف مبللة تحت عقاب الأبواب إذا تعذر الخروج ازحف منخفضا لماذا نزحف بشكل منخفض؟ لأن الدخان يكون في الأعلى علينا الزحف حتى لا نواجه الدخان لا تعاود الدخول لأخذ أي متعلقات شخصية حتى لا تتعرض للخطر هذه الأسعافات تكون في حال الاختناق بسبب الدخان في حال كان الاختناق بسبب الغرق تأكد عندما أخرج الشخص من البحر أو من المكان أو من المسبح أو المكان الذي تعرض للغرق فيه أولا تأكد من عدم وجود أي شيء عالق في فم الغريق ثم أبدأ بالتنفس الاصطناعي فورا حين تتمكن من وضع الغريق على سطح صلب تأكد من تنفسه ونبضه وواصل للإنعاش إذا لزم الأمر بمجرد أن يبدأ المصاب بالتنفس ضعه في وضع الإفاقة قم بتدفئة الغريق وانزع عنه الملابس المبللة ثم غطه وانقل الغريق إلى المستشفى في حال كان الاختناق بسبب الغرق ما هي الإسعافات الأولية يا طلاب الصف الخامس؟ أولا علينا التأكد من عدم وجود أي شيء عالق في فم الغريق ثم نبدأ بالتنفس الاصطناعي حين تتمكن من وضع الغريق على سطح صلب تأكد من تنفسه ونبضه وواصل الإنعاش إذا لزم الأمر حتى ماذا؟ حتى تصل سيارة الإسعاف أحسنتم بمجرد أن يبدأ المصاب بالتنفس ضعه في وضع الإفاقة كما في الصورة قم بتدفئة الغريق وانزع عنه الملابس المبللة ثم غطه وانقله إلى المستشفى احضر الكتاب المدرسي والقلم برفقة ولي الأمر نحل الأنشطة مع المعلمة نشاط رقم ثلاثة صفحة 149 ضع إشارة صح للعبارة الصحيحة وإشارة خطأ للعبارة الخاطئة العبارة الأولى إغلاق النوافذ والأبواب عندما يكون هناك مصدر للغاز عندما يكون هناك مصدر للغاز هل أقوم بإغلاق الأبواب؟ أحسنتم إجابة خاطئة لو قمت بإغلاق الأبواب لاختنقنا بدخان الغاز إذن الإجابة خاطئة علينا المضغ الجيد للطعام؟ نعم إجابة صحيحة حتى لا تحدث عندنا الغصة المسببة للاختناق تجنب وضع الأجسام الصغيرة والغريبة في الفم؟ نعم إجابة صحيحة علينا الابتعاد عن أماكن المسابح العميقة؟ نعم حتى لا تجنب الغرق؟ إجابة صحيحة العبارة الأخيرة عدم الضحك والتكلم في أثناء تناول وجبات الطعام؟ إجابة صحيحة نشاط أربعة صفحة 149 بمساعدة أسرتك ابحث عن صور لمكونات الصيدلية المنزلية في المواقع الإلكترونية وألصقها في المربعات الفارغة ذكرنا أنه يجب أن نكون في كل منزل حقيبة إسعافات أولية لمواجهة الجروح والحروق ما هي محتويات الحقيبة؟ يجب أن يكون في الحقيبة شريط لاصق أيضا يجب أن يكون فيها القطن والشاش وميزان الحرارة هذه أهم الأشياء التي يجب أن تكون في حقيبة الإسعافات الأولية في نهاية الدرس عندي بعض التوصيات لولي الأمر العمل على الاطلاع والمشاهدة على تكرار دروس مادة العلوم من خلال قروات البث التلفزيونية عين مع وجود الكتاب المدرسي والقلم والسبورة ضرورة حرص الوالدين على متابعة أبنائهم عند مشاهدة الحصاص التعليمية الالتزام بالمراجعة الدورية عند انتهاء الحصاص اليومية جلوس الأهل مع الأبناء ومحاورتهم والاستماع إليهم وإلى ملاحظاتهم ومتابعة تقدم تحصيلهم الدراسي أولا بأول خلق بيئة منزلية محفزة للأبناء في المنزل من خلال تشجيعهم بالمحفزات والمكافآت المادية والمعنوية نقل أثر التعلم من الحصاص الدراسية للمنزل من خلال أنشطة اليومية المنزلية وصلنا إلى نهاية الاستعافات الأولية المتعلقة بالاختناق كانت معكم المعلمة إناس طيري في أمان الله